السلام عليكم في قصة غريبة حصلت في المملكة العربية السعودية وتحديدا في منطقة الحفر لأحد أشهر التجار المعروفين في الحفر ما راح نذكر اسمها طبعا لكن القصة مشهورة جدا في الحفر في سنة 2010 هذا التاجر عمره تقريبا حول 60 سنة وعنده عيال ورجال خير ويسوي ذا من أفعال الخير أبدا رجال طيب بمعنى الكلمة يوم الأيام تغير على عياله وعلى زوجته وعلى ربع اللي حواليه شلون الرجال ما صار نفسه لا يقعدوا إياهم ولا يشوفوا أحد وكله غايب يغط يختفي يروح بهالأماكن ما أحد يعارف وين يروح لا قام يداوم في المؤسسة اللي يشتغل فيها ولا يجاب البيت وعياله مثل أول ولا يمارس اللي عادتها الاجتماعية في الدوانيات وكذا الرجال تغير ما أحد حس في بداية الأمر ما أحد حس في الموضوع إلا واحد من عياله اللي متعلق فيه دائماً ويرافجه دائماً في الشغل وكذا يشوف أبوه مو نفسول لا يقعد وياه لا يسولف لا يداوم لا يشتغل معاه في الشركة وكذا فالولد احتار يعني أبوي في شيء يمكن أنه خسران وعليه ديون ومضايق وما يبي حد يعرف وقام يعني يختفي يروح أماكن يقعد طول النهار مرات يقعد باليوم واليومين في مكان إحنا ما ندري عنا فالولد مسكين قاعد يفكر بأبوه قال أنا لازم أعرف شنو مشكلة أبوي راح حق عندهم واحد مدير حسابات أمسك على صوب قال لأ شوف الكلام اللي أقول لك أبداً ما يوصل حق أبوي قال لأ شنو قال لأبوي شنو وضع المادي قال لأ والله ما ديش أقول لك قال لها شنو خسران في علي ديون في علي كذا قال لأ ما علينا ديون ولا خسارة بالعكس يعني فضل الله أرباحنا يعني جداً ممتازة قال لأجل شنو شفي قال والله أبوك يعني ما خلى ريال في حسابات الشركة قال لأتكلم جد قال لأ على فكرة آخر سحبة اللي صفر الحساب ساحب ستين مليون ريال قال لأ وين وداهم شعر فيهم شي جاني يقول لأ لا أبداً قال لأتكلم جد وين وداهم قال أبد ما ندري وين يوديهم لا وخذاهم كاش خليناهم له فجنات واخذهم معاه كاش وين وداهم والله ما أدري أنا حسب أن أنه موديهم يعني مثلاً يمكن مخبيهم في البيت أو أنه حطهم في بنك ثاني لكن أنه ما رضى أنه نسوي تحويلات يعني ننقلهم من بنك البنك ما رضى قال أبيهم كاش وفي كثير من السحبات ما هي بس هذي أول السحبة هذي آخر سحبة اللي يصفر فيها الحساب استغرب الولد قال لا ما يخاف قال لا تسولف ولد يقول لأحد قال أوكي الولد يحتار أبوي ياخذ هالمبالغ وين يوديها ومتغير حاله وين يروح قاعد يراقب أبوي أول يوم ثاني يوم ما عرف أبوي شنو قصته عنده أحد أصدقاء في البنك قال لا يا ابن الحلال أبوي سحب كل حساباته على كلام مدير حسابات اللي عندنا يرحم والدك تيكلي فعلا حسابه الشخصي فيه شي أخاف أنه شال الفلوس من حساب الشركة وحاطها في حساب الشخصي قال لا ما يخالف أدور لك أنا وي تيكلي قال لا أبد أبوك خلال الستة شهر الماضية سحب كل اللي بحسابه قال لا يا ابن الحلال تكلم جد قال لا قسم بالله قال لا كم سحب قال حول 30 مليون وقال يا رجل وساحب 60 مليون من حساب الشركة وين وداهم قال لا أبدا ما يبين عندي قال تكلم جد قال لا يا رجل والله الولد حط أيدي على رأسه أبوي شنو قصته وهو يثق بأبوه يعني عارف أن أبوه ذهين يعني أكيد أنه حاطم فيه مشروع أكيد كذا لكن أول مرة يخبي عليهم لذلك الولد قام يعني يقلق عليه يعني مسكين قاعد يراقب تحركاته لما كان يطلع من البيت يروح لأحد البيوت في أطراف الحفر بنفس المنطقة الرجال هذا شاف قال يمكن هذا أحد من أصدقاء أولا شي انتظر اليوم الثاني قاعد يراقب يروح نفس البيت مرات يقعد ينتظر يقعد ساعتين وثلاث لا قام يبات بنفس البيت قال يمكن أبوي هذا متزوج الثانية حتى لو متزوج الثانية علي بالعافية ليش ما يقول لي يعني أبوي رجل كبير ما هو خايف من أحد عشان يقول إذا متزوج الثاني ولا لا يوم سأل عن صاحب هذا البيت قال البيت هذا أصلا مؤجر واللي ساكن مرأ ولدها كبير تقريبا عمره بالستة وعشرين سبع وعشرين وعندها بنتين فقط ما عندها رجل زوجها متوفي استغرب قال أبوي ش عنده قاعد عندهم هذول راح تيك على المرة هذي طلع بياناتها هل هي متزوج أبوي مثلا على اسم أبوي قال أو لا هي متزوج أو لا شي نجن قال أبوي ما له الخرابيط مستحيل قام طلع بيانات هالمرة هذي وراح يتيك عليها هل أبوي متزوجها مثلا هل في علاقة بينهم هل هذور يسيرون لنا ولا شي أبدا ما لقى أي علاقة بينهم وهذي لا هي زوجته ولا شي استغرب شلون أبوي يقعد عندهم وأي صفة يقعد عندهم ما لكم بالطويلة الولد عرف أن العائلة هذه ما هي مضبوطة وأن هم قاعد يلعبون على أبوه وأبوه تاجر معروف يعني مو أي واحد يعني مثلا إلى فراس إلا أن يكون مسوي له شي قام هالولد واستعان بأحد شيخ دين وقاضي معروف ويعرف أبوه لها علاقة فيه قال لأبوي قصتها كذا 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 متأكد قال لا والله متأكد شيكت علي قال لها شيكت وقال طلع الرجال يقعد عنده مرة وبنات اثنين وعندهم ولد وهذا الولد أنا لما شيكت علي كذلك طلع من أصحاب السواب وقرائي مشاكل الولد هذا شون يرضى أن أبوي يقعد عندهم وينام عندهم بالأيام إلا إذا كانوا هذو الناس ما هي مضبوطة وأبوي والله أنا ما يعرف ليش متقبل هالوضع قال لا مالكم بالطويلة تم بلاغ سلطات والقاء القبض على المرة هذه اللي اعترفت على طول في القصة بالكامل وقال تيبه أنا سحرته وهذا الكلام صال لأكثر من سبع شهر والرجل نفس التاجر مسكين لما خضعوه للعلاج وقروا عليه صح كأنه صاح من غيبوب انصدم أصلا لما قالوا لأنك ساحب المبالغ الفلانية وانت كنت تسوي كذا وكنت تنام عندهم يقول أنا ما حسيت بنفسي أصلا المهم لما أشأل المرة هذه ليش قالت أنا خدعت في البداية وخليت ياكل حطت له سحر في الأكل ولما كل الرجال وقلب خضر في البداية المسكين فلما كل على طول سحرت تعلق الرجال فيها وقام التغريه في ولدها الكبير هذا طلع الولد حشاكم ديوس وما هو رجال وكان يستغل خواته علشان يغري حالت تاجر ما لكم بالطويلة المبالغ وين راحت اهني السالفة قالوا لها بنت الحلال الرجال مستعد ان يتنازل عنك ردي المبالغ قالت أبدا أنا ما خذيت منه شي يا بنت الحلال قالت أبدا ما عندي شي شيكوا على حسابها ما لقوا شي على حساب الولد والبنت أبدا ما لقوا شي اعترفت واحدة من البنات ان الام محول هالمبالغ حق أحد أقاربها وبعد ما أيسوا انهم يحصلون فلوس المسكين التاجر هذا اللي فلس احالوا المرأ وولدها والبنات الثنتين الى السجن العام الى اليوم ما اعترفوا أبدا بالمبالغ اللي سرقوها والتاجر رجع لصحتها لكن بعد ما فات الفوت وراحت فلوسها كلها على هالمرأ وعيالها هذا نهاية سافتنا وفهمان الله مع السلامة اشتركوا في القناة